وهو بيعتقد أن المرأة خلقت لإسعاده فكل ست في طريقه لابد أن هي تسعده وتعطيه اللي هم يحتاج له كلمة حلوة إعجاب ما فيش مال يعني عن تعلق وهو في الغالب الشخص المعجباني ده لا يكتفي بمرأة واحدة أنا عارف أن فيه ناس كتيرة عادة تشاور على ناس تانية عشان كده بيكون عاوز سكته تحبه حب غير مشروع أنا عارف رجالة من دول فعاوز مثلا في الجواز تكون زوجته عندها نمط الزوجة الأم فتعطي بالمقابل وتسعد بالعطاء ده وما تطلبش منه حاجة أنا عارف زوج معجباني أو أعرف ناس كتيرة في الإرشاد يعني الزوج المعجباني ده يجي يحكي لزوجاته يجي يحكي لزوجته ما تفعله المعجبات معه وبيقولوله إيه وساعات هو يحكي لها كمان عن إعجابه بالمعجبات وطبعا ده واضح فيه جدا 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 سما بتحصل عند كتير من الناس إحنا بنسميها الطمع الذكوري عايز يحصل الله يسامح بقى الأغنية بتاعتنا عمد عمد لما قال أصل الزهور زي الستات لا الكلام ده ما يتعملش كده في الحياة هو عايز يحصل على كل أنواع السيدات فيتحول لشخص بيعيش الزكورة مش الإنسانية فيتحول لمدمن في كتير من الأحيين يتحول إلى مدمن لزة سواء اللزة بالكلام فقط أو حتى اللزة بالأشياء غير المناسبة والمعاصر وشوية شوية بيفقد منظومة القيم بتاعته ففي البداية كان بيقول ما اختفش زوجة من زوجة وبعد فترة يبقى عنده اللزة بتاعت الاستياد أن يخطف زوجة من زوجة ويتمادة فيخطف زوجة صديقه أو يشاغل حتى واحدة متدينة عفيفة هيكلمكم معنا على واقع والواقع ده مش موجود بس عشان خفت منظومة القيم عارفين رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من أوقات إذا رأيت شحاً مطاع وعواً متبع وإعجاب كل ذي رأي برأي فانتظر الساعة يعني اعرف أن الوقت ده خفت فيه بقيت فيه سيولة في القيم أما بالنسبة للزوجة بقى في زواج النجوم فممكن نطلق عليها وصف الملكة بقى فهي شايفة نفسها أجمل للنساء وأفضلهم فبتكون على قدر من الكمال والمكانة الاجتماعية والمادية ولا علمية بس ما يفوتنيش أن أنا أقول لكم على فكرة وعلى فكرة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تنكح المرأة لأربعة منها من الأربعة دي جمالها فهي صحبة مكانة مرموقة وجذابة وعلى فكرة في بعض الأحيان مش لازم تبقى صارخة الجمال لكن هي في نفسها كده شايفة أن هي ما حصلتش عارف تعبير ما حصلتش وتقدم لها عرسان كتير وفضرت ترفض لحد ما شافت المعجباني أو غيره من النمازج اللي ممكن تكون مناسبة لها فتجاوزته وشافته هو مناسب ووافقت عليه باعتباره عيقدر يفهم أن هي ملكة فالزوجة الملكة ممكن يبقى عندها نفس الشعور أن هي عاوزة تكون محط الأنظار من الرجال اللي حاليها لأنها عتادت أن هي دايما تحصوا على الاهتمام من أهلها وغزوا فيها فكرة أن هي ملكة ودلوعة وممكن يكون لها أسلوب في جذب الأنظار على فكرة زي مثلا أن هي تحب أن هي تبص للناس فعنيهم بنظرة معينة أو توزع الألقاب اللي فيها دلالة على القرب على الرجال الموجودين في المكان الصديق الحبيب اللي أقرب الناس إلي والكلام ده هو أنت بيأثر في الناس وخاصة لو كانت أول مرة تشوفهم ويزيد ده لو هي متجوزة من المعجباني لأنها بتشعر بإهانتها لي بإهانته ليها من كتر ما هي حاسة أن هي درة فريدة وهو ما بيقدرهاش التقديل اللي هي شايفة أن هي تستحقه فهي ما تعودتش تبقى إنسانة عادية على الهامش على هامش العلاق هي كانت دايما محور العلاقات فالزوجة الملكة عايزة دايما زوجة هيعملها إن هي الكنز السمين الدرة لازم يحافظ عليها ويرعيها ويحمد ربنا على وجودها على فكرة بعض الكلمات دي كلمات صحيحة بس هي محتاجة أقصى حاجة فيها اللي هو بيسموها الأفوارة يعني شكرا